الآن ينضم إلينا المحلل السياسي السيد جبار المشهداني مساء الخير على حضرتك سيد جبار سعيدين بانضمامك وحضورك معنا في حصاد الفلوجة الانتخابات المبكرة أقيمت في موعدها النتائج تم الإعلان عنها بعد 24 ساعة تحديدا أسألك هنا هل نجحت الحكومة الحالية بما وعدت ووفت به؟ مساء الخير عليك أستاذ علي وعلى الست أسماء وعلى أستاذ المشاهدين الحقيقة المفوضية أدت بشكل جيد في هذه الانتخابات الإجراءات الحكومية أيضا الرقابة الدولية تلويح مجلس الأمن بإلغاء الانتخابات أو اتخاذ موقف إذا زادت نسبة التزوير عن 5% كان إلى إثر واضح كثرة المراقبين الدوليين مراقبين كيانات الإجراءات إجمالا أنتجت عملية انتخابية ربما تعد هي الأفضل منذ العام 2005-2006 طيب بمعنى آخر شكرا للحكومة هذا شيء جيد يحسب لها إضافة للعوامل التي ذكرتها نجحت الحكومة نعم نجحت في أن تكون هذه الانتخابات أن تسير بشكل جيد طيب بعد انتهاء الانتخابات المبكرة برأيك ماذا سينتج عنها سياسيا تحديدا يعني سياسيا اليوم يوم مزدحم وحاسم هناك اجتماع في بيت السيد المالكي لقوة سياسية الشعية هناك خطاب لسيد مغتد الصدر بعد 15 دقيقة من الآن هناك يعني ضيف موجود في بغداد لتضبيط المشهد وليوضع اللمسات هناك حراك بين الكتل فيما بينها الآن بالتأكيد راح يبدو هذا الحراك ولن تظهر نتائجه إلا بعد يعني مرور أيام وربما أسابيع الآن المشهد يبدو أكثر تعقيدا مما تخيلناه قبل ظهور النتائج إن شطار المشهد الشيعي بين 73 مقعد تقريبا للكتلة الصدرية وأقرب المنافسين إلى دولة القانون حوالي نصف هذه المقاعد غياب كتل كانت مؤثرة في المشهد بالانتخابات السابقة وهي مؤثرة على الأرض اتعقد المشهد أكثر وربما خلال أيام القليلة القادمة أما أن نشهد حلول سياسية أو نشهد تعقيد في المشهد لا أسامح الله طيب دخول اللاعب الجديد إلى الساحة السياسية وأقصد هنا المستقلين والتابعين للتشرين يعني حصدوا ما لا يقول عن 35 مقعد حتى هذه اللحظة حسب ما هو متداول شو رح ينأكس ذلك على التوازنات السياسية القائمة منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة خلينا نعترف بصراحة أنه تشرين التي شاركت بالانتخابات أعطت درس مهم واللي قاطعت الانتخابات أيضا أعطت درس مهم لكن عندما نتحدث عن المستقلين في الانتخابات ما نقدر نقول 35 تشريني لا يخفى على أحد أن هناك كثير من الأسماء المستقلة بين مزدوجين هي دخلت تحت مظلة العديد من الأحزاب وأقول لك بكل هدوء أن دولة القانون لوحدها لديها من الأسماء المستقلة ما قد يفاجئ كثير لكن ما تحقق من كتل ومستقلين في هذه الانتخابات المستقلين الحقيقيين امتداد ومستقلين آخرين هو درس مهم وخطوة نحو الأمام لكن حتى نروح للجانب العملي هذه القوة بيحجمها الحالي وبخبرتها السياسية في المشهد السياسي المعقد لن تكون ذات تأثير كبير ربما ستكتسب خبرة وتؤسس لانتخابات قادمة وتجربة سياسية قادمة تشجع الكثيرين على الاشتراك بالانتخابات كمرشحين مستقلين وتشرينيين وعلى زيادة حجم المشاركة كناخبين ومصوتين طيب فيما يخص الرسالة التي أراد المقاطعون إيصالها في هذه الانتخابات بالإضافة إلى الرسالة التي أراد إيصالها المشاركون في هذه الانتخابات تغيير بوصلة التوجه الشعبي فيما يخص هذا الموضوع يعني شفنا مفاجآت هناك حقيقة في هذه الانتخابات بعد إعلان النتائج تشون شوف هذا الأمر تحديدا شوف أستاذ علي أنا كنت من المقاطعين وما زلت نعم ومثلي آلاف وربما ملايين قاطعوا لأسباب بالنسبة لهم مطنعة وأخلاقية ووطنية لا أريد أن أعددها الآن في نشرة الأخبار والذين شاركوا أيضا لديهم أسبابهم الأخلاقية والإنسانية والوطنية ولا أشكك لا في اللي شارك ولا في اللي قاطع لكن الذين شاركوا قدموا درس مهم أننا يمكن أن نغير من داخل مدنة بقواء مستقلة نعم والذين قاطعوا أيضا قالوا للعالم أن هناك شريحة واسعة من الشعب العراقي لم يعد يؤثر فيها لا القوى الدينية ولا الاجتماعية ولا السياسية يعني هسا إذا نرجع نحلل الأسماء التي أعلنت الآن فائزة نعم فيهم مستقلون وفيهم تشرينيون ولكن أيضا هناك رجال أعمال عرفوا بفسادهم ما راح عدد أسماء حتى ما رجحت ومع ذلك ذهب جمهور انتخبهم أما لأسباب مناطقية أو مذهبية أو ربما حتى عشائرية فالآن لما نجي نسوي تحليل لنتائج الانتخابات بعد أن يهدأ الجو شوية راح نطلع بنتائج علمية واضحة ودقيقة تحلل ما حصل بالنسبة للمقاطعة وبالنسبة للمشاركة